اشتركوا في القناة وقامهم النبيل في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الجمهورية اليمنية الشقيقة على الوجه الأكمل ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقرحب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بالضباط وكلفهم بنقل تحياته وتقديره إلى جميع ضباط وضباط صف وأفراد سفينة مملكة البحرين صبحة التابعة لسلاح البحرية الملكي البحريني مشيدا بما بذلوه جميعا من جهود وطنية سامية وما حققوه من نجاحات قيمة متكاتفين مع الأشقاء دفاعا عن الحق والشرعية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة لكل ما فيه خير اليمن الشقيق وشعبها العزيزة وحماية لسيادة دولنا وأمتنا وأمن منطقتنا معربا جلالته رعاه الله عن تقديره لما بدله هؤلاء الرجال الشجعان من واجبات وطنية بعزيمة صادقة وإرادة صلبة لأداء الواجب وما قام به من مهام إنسانية رفعة لتأمين الملاحة الدولية في خليج عدن والتصدي للكثير من محاولات التهريب غير الشرعية إضافة إلى المساهمة النبيلة في إصال وتأمين معونات الإغاثة الإنسانية والطبية للأشقاء في اليمن بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية مضيفا جلالة الملك المفد أيده الله إن ما قام به هؤلاء الرجال الشجعان هو استمرار للإنجازات المشرفة والمتواصلة التي قام بها سلاح البحرية الملكي البحريني في العديد من الواجبات العسكرية والإنسانية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة حفاظا على السلام والأمن الدولي ولمكافحة القرصنة تحت مضلة الأمم المتحدة متمنيا جلالته رعاه الله لجميع الرجال قوة دفاع البحرين البواسل الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني الجليل ضمن قوات التحالف العربي المشترك من مختلف وحدات وأسلحة قوة دفاع البحرين المزيد من التوفيق والسداد مؤكدا جلالته وأيده الله أنهم موضع الاعتزاز والفخر لأهل البحرين حيث جسدوا أسمى معاني الوطنية الحقة بأرواع صورها وقد ألقى الرائد بحرين واف المحمود قصيدة أمام جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة يامزون الشعر جودي وسكبي جزل الكلام وحي أرضي يوم قطف البوح بوصاف وشعور ودامنا في حضرة لي خطوته دائم أمام واجب أني أقطف المعنى مثل قطف الزهور ودام صبحة عودت للدار في خير وسلام لي مع الشعر المقفى موقف شان وحضور لك سلامي سيدي بعداد قطرات الغمام عدم تابع أمور الدار تتفقد تزور عدم تهيض عزايمنا على سلة الحسام وتملي صدور الرجال قدام والوقعه تدور أنت شمس وفوق أرض الدار تضوي ما تنام وكلنا والدار من كثر الغرى حولك ندور والشرف لي سيدي أني أمثل هالأنام والشرف لي سيدي أني أمثل هالأنام وأفتخر أني أمامك مثل ما غيري فخور لك هنا يا سيدي طاقم نذر نفسه وقام قال هيا للقتال وشد في الأمواج سور يتبع أمرك ونهجك توصياتك باهتمام وثبت أركان الأمان بعزم في قاع البحور كلنا يا سيدي وقت اللي قاول الاحتدام درع لحدود الخليج ونمتلك في الحرب دور ومن على بحر العرب ومن على بحر العرب مدت لها صبح سلام يا سلام الله على أرض الحضارة والسرور لجلها نفزع بعد ما باعها أهل الحرام والشعب برض اليمن ما يرتضي ذل وجور ومن غدر في جار أرضه تحضن البيت الحرام ويحسبن الأمر هين واكتساء كبر وغرور نزمي لقاله رجال تجعل أركان حطام ترجع الحق الهلة من بعد عدوان وشرور وما بعد حزن اليمن إلا الفرح بعد الظلام والجراح بتلتئم وبتنجبر كل الكسور يا مليك الدار جيشك فرخ بردو ويام وفلوغة نيران تكوي جمرها ويلو ثبور ذا قسمنا والقسم ما يقبل في يوم انقسام له نذرنا عمرنا لجل الوطن طول الدهور رهن أمرك سيدي يا الطود يا الفذ الهمام يا اللي من فكرك غدى لبلادنا جيش جسور وطاقم الفرقاطة صبحة حمل ابنك في الختام كلمة يا سيدي بقولها بصدك شعور والله إن رواحنا لجل الوطن يوم الزحام ترخصوا بي رقه يبقى للوطن مش عالونور ترخصوا بي رقه يبقى للفخر مش عالونور سلامتكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة